اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشترك يا شيخ مام المسبل عن الواقع العنسان يعني الالف الكويت سمثل هذه الاوضاع هل يعني مثلا يغب يعني الطرف مثلا انه هو واقع ما يراه يعني مخالف للبريد مثبيا انه يتبني يطلح من اجل قرب من الشباب من اجل مخالطاتهم وكذا انه ما يعني يعني يجعل ما يرا انه الحق وبالتالي يلحق وممكن يطلق عليه نظر او رغبين كان يقول له جمالي وثلاثم بعد اكتفر او رغب في الساعة وانه يقول انه يجل في المسلمين ان يتفوقوا وان يتناولوا وثانيا يجب ان يكوني مثل ماله الحق ان يصدع به وثانيا ان يكونوا صدعا منه على يبدأ نسبال ماله ويجبيهم مكلاسا أن يكونوا اعلى اخيرا كنا ضمان الرام ولا تقول عن ضرور الراجع كما أقول الوام عنك وان واكتفا ويجب انك الوام الرام اخبروا لي ان او صحني لان الحقيقة خلالت في ترمز إمام الشاجر عن الله أما هل تناقش ما أرهد للعلماء في مسألة فاكتنف ماذا وين الأكهل لقيه فجاء إليه وسمى عليه وصفحه وخيفه أن يتريد أن يبقى متردين ومتحابين لإنخلاف مسألة وتبقى هذا منخبه بحقه الإمام الشافر ولكن لنبغي أن يغلاد المشيون فرقة أو تفرقا بسبب الإخلاف في مسألة أو في مسائل مدام أن يجبعهم أن يرعص الأعلى إلى الكتاب السلطة وعلى ما كان ليه سنف الصالح أقول أبو الرحمن أنا كنت أعلم عميلا وفيما أقول كنت أقول مخيرا إلى شيء لأن الإنسان كما أقول من يرى انتباره اليابس كما أقول أوليه الصلاة والسلام قلوب الباب منين أصبعين من أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء وليهذا كان عليه السلام يكثر أن يقوم لا ينهبت القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك أحبا أبو الرحمن أعلمكم إلا مكان سنبيه في الجامعة وقلت أولاك أستانا لمادة الحديث وطاق الحديث وليكن تعرف به شيء من الجنوح إلى التكتل وما يسمى اليوم التنظيم وهو التهزم الذي لا يجوث الإشلام ربما تغيرته الأيام أبنا إذا صحى تعبير كثيرا أو قليلا لكن ما أعلم كله كتاباته لا سواء تدلي أنه لا يظهر النعنى على المنع الذي نحن ندر ناشى دائما إلي وهو الكتاب الشنة وزياره وقال فيه لما هو وفيه لقل الإشلامي المغيب اليوم في السرعة وهو أعلم أنهي الشرف الصالح ولكن قد أخبرهنا الكثيرا وأنا كممت وكذب حول المنع وفيه شريوت ومرشده ليس لكن رأيها الحقيقة ما وجود أن يباع بين أبوشنا وبين أفكارنا وفيه أن أتعار نظرنا بعد فأول ذلك قلت لك بشعور الترصيب آلفا وخلاصة ذلك كن عند الله وعلا وعلا وما تكون عند الله وعلا ومعا قل ذلك أنت تكون مهرصا وتكون مشتابا في تقريب الحق لما تقول أنه درع شرع شمجنن رحمة الله في الحسن معك شكرا يا شيخ انا احب هنا نقول كلمة قصيرة يعني ايضا نحن نشهد بالناس شخصا يعني صلاة وجمعة ما نصلي لعند الشيخ عبد الرحمن في الحقيقة يعني الشيخ عبد الرحمن تقريبه للعقيدة وللتوحيد وبيانه من واقع القرآن العزيز بصورة يا شيخ ما شاء الله الاقوة اللي لا يعني ينفرد فيها بصورة عزيبة جدا ومحب بالناس في ذلك وربيهم عليه وكذلك من جهة استدلاباته ليس عنده يعني شائبة تقريب مطلقا لكن كل المسألة يعني يعني هذا هو انا اخي ولماذاك منذن رجل ترويك السيئان وكلها لهم لا ندمن ان تعبد المنورة كما خينا قدوم ولماذاك العاجل التعالى النعم ولماذا اشتد دراءة في هذه الآبارة وكسر هذا الان هذا ولماذاك العزيز اروا من الوحيد لا ينوي الى الصلاة منها ان شاء الله لن شبط الماني كلام وريد جدوا يعني عمام ما تكلم حول حبيب اكثر من الله اسنوات من بل هناك أخر يفسر فيه ماذا تشتغل في هذا الكلام ماذا تشتغل في هذا الكلام الكلام المساقدم والنعاية أنه لا يمعد عن النار وعاوها نعم هو ذكر أن هذا الخديث يتفهم عن المسلمين الواجب على المسلمين هو سعر طاعة للإمام فإذا يكون هناك إمام فإن الواجب عليهم أن يسعوا إلى استماس الحياة الإسلامية إذا كان فم سبيل لذلك أم الخيار الآخر هو أن يعتذروا كما أيضا الحديث في ذلك مجارع في باب العزلة المطلقة التي يتبع فيها مجل شاف الجباية في الروح دينه الملسك ثم قال هذه العبارة قرأتها عليكم وحديث آخر له كلام آخر في كتاب نشوية رامي الجماعي في نشط الأديث يقول فيه أن المقصود بنزول جماعة المسلمين وإمامهم نجوم معتقدهم وجهادهم حتى يعني عبارة فيها نوعا من عدم الروح حمزا معتقدهم وجهادهم يعني يقول لنا ليس المقصود بنزول الجماعة هم نزول نزول يعني الإمام نفسه لكن نزول فقه واجتهاده ولمس النزول العدي وجده يقول كما قال صلى الله عليه وسلم يد الله على جماعة ومقار جماعة المسلمين لكل من اجتمعوا على إمام في ذنب الله كما قال صلى الله عليه وسلم لحديثة من اليمان في حديث الفتن الطوير ألذم جماعة المسلمين وإمامهم وليس النزول هم لزوم معتقدهم ودينهم وإنما النزوم نزوم جهادهم وفقههم لأن هذا هو معنى النزول بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ مَنُّلِّيْ عَلَيْهِ وَالٍّ فَرَآهُ يَأْتِيْ شَيْءًا مِنْ مَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزعى الميدا من طعه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وَإِلَّا رَأَيْتُمْ مِنْ مُلَاتِكُمْ شَيْءًا تَكْرَهُونَهُ تَكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تُنْزَعُوا يَدًا مِنْ طَعَهُ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليتصبر عليه فإنه لنس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميكة جاهلية فهذه الأحاديث كلها يعني مالهن آخيا داعش من تفسير مرادنه أعني أن في شعار الأحضائفة هل من نوعكم عن الإمام يعني مالهن لكم بتحويل بصومة التحويل الهنود يقول هل من نوعكم عن الإمام مالهن ومن نوعهم أن نجد فرقة طلعة وهل من نوع من الأسلام فهو كذلك من نوعهم صلى الله فمن نوعكم عن ترهي من نوعهم من الإمام لكن في نوعكم نفسه فالحديث قوى من نوعهم يوم في نوعك أن تتفتن يا نوعات وعنوات وعزبت وكل قتل من أدوة عين من الأمام وعين من العبلي وعين من نوعهم وعين من نوعهم كلهم حسنوني أنهم حسنوني في سنوب إعادة الحياة الإسلامية التي لهم من الأمام وعين وعين تتفتن وتحذب إعادة الحياة الإسلام وحديث حديث مص وعين من نوعهم لأن نوعهم وعين من نوعهم إذن نوعا ايش يطال الحديث أن يمسل فرق الفرق الفرق وحبا وهنا يعني أن هذه الجماعات الجماعات الدعوة هي داخلة في ظن مهمين للفرق أن تكون هذه حديثة رسول الله هذا هي مخصصة أن أخذها في اليوم أنا قبل المسلة أن هذه الأشياء علمة وعمل الفرق نهلا قول حوالا فعين من نهيد وطبق الإمام على كل من تلع إلى منهج وإنه لا جنب أذلك أرباً قائلاً وإنهان هم مبقوا منهج ثم إلا يهدنا من خلفا منهج لا نصف أن يقول يقولني أو أن كل من من حالا منه الصهور إلا مقدموه لا أمن أن يأتكى جنعهم أنه لا بالكفر وهي سباب الكفر من كبير المعدوم ومدى العالم أولا تراغ في القرآن أنه لا يخي أي شرك به ويخي الهدين والك إليه يشع لكن بقول كنتر الله ألأتكى من كنتر الله أن ترى مع ذلك فحساب الله فحساب الله ما كدنا نقول هذا كاثر إلا رأى الله كهر فأنا تركنا الكاثر جالباً وأخذنا ثلداً من أفراد والمراعب نقول هرادان لكن لا نحكم هذا بخصوص الإنه في الله لأنهم قد يمكن أن يكون دائماً من ذلك طبرة تعالى وراداً يشعر الله وراداً مع شبت حمناته على الفراق المالك المنتظن على الخوانش وراداً وراداً من فلقول ذلك الآن جوجل المؤمن بأن الجماعة الفضانيون أو الجواعة الفتريني هي من المركز الدولة ومخاصة إذا تبهت المريض من الهج المرضى المرضى والجميع لكن خابط في بعض الغالب في اشتاب الدعوة او في فهم ببعض النصوص من كتابة السنة محبا لا امرنا انشاء انا من يذين الله تعالى كلمتكم يا شيخ اللي اشألتم اليها في كلامكم منكم ارسلتم اليه رسالة انا اجتمعت اليها فرأيت انكم ما قلتم عندها وقلتم ان لما ذكرتم فيها لفظ يلقر فيه لفظ الجماعة من لفظ النفرد فقلتم ان نكرى الجماعة في هذا السياء من لفظ النفرد افهم منا ان يقرر جماعات اخرى وهذا انادل يعني انا قبل صدور هذه الرسالة به مشروعية العمل الجماعي ام هذا اطلاع سريع منكم وكذا لانه هو صرح لذلك في الفظ سريع في مواضع اخر المقل من الشيخ كان عن سورة العمل السياء قبل هذه الرسالة قبل ما تطلعها الرسالة اين او البيئة بلعد ريح لانا اعتبرت ان هذه الرسالة العبارات كاني صريحة وواضحة كان يفي تأدي الجماعات الزائرة نعم يا حمال والله ماني من النهي ماني من النهي سكبرنا عن هذا انت تدمت انت لفظ ويوفي صريحة اهيه بلان لتأدي دي جماعات الزائرة والجهد من يزايا اضعاتنا لتأدي دي من المساوة هذا مشوار سأل اسمي الحديث اشتركوا في القناة